أجل جيش الاحتلال الإسرائيلية قسراً مئة الأشخاص من المرضى والنزحين والتواقم الطبية من مستشفى الشفاء بعد إصداره أمراً بإخلاء المستشفى الذي تحاصره دباباته منذ عدة أيام وفي السياق ذاته أكدت وزارة الصحة في غزة أن 120 جريحاً لا يزالون في المستشفى من بينهم الأطفال القدج بالإضافة إلى عدد قليل من أفراد الطاقم الطبية ترجمة نانسي قنقر